السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا ببارا جراف عن A typical day in my life يوم نموزاجي في حياتي لما اجي اكتب البارا جراف بسيب مسافة كلمة في البداية ويببدأ بحرف كابتال وما بين كل جملة وجملة بحط full stop بنقطة والحرف اللي بعد full stop بيبحرف كابتال بكتب جملة بسيطة وصحيحة من المنهج لنا درسته I always have a busy day أنا دايما عندي يوم مشغول I wake up at 6 o'clock بستيكز في الساعة السادسة I pray بصلي and have my breakfast وبتناول إفطاري With my family مع أسرتي Then بعد ذلك I get ready to go to school بستعدي للذهب للمدرسة I go to school on food بذهب للمدرسة سيرا على الأقدام With my friends مع أصدقائي I return home بعود للبيت At 2 p.m. الساعة 2 بعد الظهر After the end of the school day بعد انتهاء اليوم الدراسي I help my mother بساعة أمي prepare lunch في عدد طعام الغداء At 3 p.m. الساعة 3 بعد الظهر My father comes home بابا بيرجع للبيت From work من الشغل Then بعد ذلك We have lunch بعد كده بنتناول طعام الغداء At 4 o'clock في الساعة الرابعة I go to the club بذهب للنادي To play football عشان ألعب كرة القدم Football كرة القدم Is my favorite sport هي رياضة المفضلة So لذلك I train for 2 hours a day عشان كده أنا بتضرب لمدة ساعتين يومين At 7 o'clock في الساعة السابعة I study بذاكر and do my homework وبعمل واجبي Then بعد ذلك I watch TV بشاهد التلفزيون with my family مع أسرتي After that بعد ذلك I read on the sofa بقرأ على الكنبة and detect my friend so perاصل أصدقائي على الإنترنت At 10 p.m. في الساعة العشرة مساء I prepare my bag بقعد حقيبتي and my school uniform وزي مدرسة الموحد that I will wear in the morning اللي هلبسه في الصباح Then بعد ذلك I go to sleep بذهب للنوم شكرا لحضركم ترجمة نانسي قنقر